موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم والبداية بأهم العنوي موسيقى وصول أعضاء من مجلس النواب إلى طرابلس لاستكمال لقاء مالطا وعضم بالمجلس يتلقى تهديدا بالقتل لتأييد حكومة الوفاق موسيقى تصعيد عسكري في بنغازي ومجلس النواب يؤجل جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني موسيقى موسيقى والقوات الجوية التابعة للمؤتمر تستهدف جرافة تابعة للتنظيم موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل أعضاء من مجلس النواب لاستئناف حوار لقاء مالطا الذي جمع في وقت سابق بين عقيل صالح ونوري أبو سهمين ظهر الثلاثاء وصلوا إلى العاصمة طرابلس وأكد عبد العزيز حربية وعضو المؤتمر الوطني في تصريح خاص لقناة ليبيا بانوراما أن هناك ظروفا ومتغيرات توضح واقع مشهد الانقسام في ليبيا وهذا الواقع يختلف عما يطمح إليه لقاء مالطا الموازي للاتفاق السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية أنا ما أراه وأنظر إليه فيما يتعلق بالحوار الليبي الليبي مثل هذه اللقاءات بين الليبيين وبدون أي تدخل وبدون أي إملاءات سوف تحلحل كافة المسائل وكافة الإشكاليات التي نعاني منها هناك ظروف هناك عوامل كثيرة قد أتحدث أو أصرح بشيء ولكن عندما أنظر إلى الواقع وأنظر إلى الأمور بشكلها الحقيقي هناك لا بد من تنازل وهذا التنازل لا بد أن يكون من أجل الوطن وفي ذات السياق ذكر عضو المؤتمر الوطني عبدالقادر حويلي أن هناك توجها لإعطاء الأولوية لمناقشة مبادرة لقاء مالطا في الحوار مع فريق من البرلمان أثناء زيارتهم اليوم لمدينة طرابلس واضحا أن اجتماعات ستعقد مع كل من لجنة الحوار بقيادة النائب الثاني عوض عبدالصادق ولجنة الواحد والعشرين يذكر أن وفدا من البرلمان وصل الثلاثاء إلى مدينة طرابلس لاستكمال مبادرة لقاء مالطا أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي أن بلاده ستفتح سفارتها في طرابلس فور الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني وأوضح الجهناوي أن تونس ستكون من أولى الدول التي ستفتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها العامة للقيام بالخدمات الضرورية فور الإعلان عن الحكومة الجديدة في ليبيا مضيفا أن تأخر قيام الحكومة الليبية واستلامها لمهامها يجعل المهمة صعبة جدا مؤكدا أن ذلك لا يمنعهم كجهاز دبلوماسي من متابعة وضع التونسيين في ليبيا في ظل تسارع الأحداث بدأت تظهر بوادر مواجهة مرتقبة مع تنظيم الدولة في ليبيا في حين يرى مراقبون أن ساعة الصفر قد تنطلق بعد تشكيل الحكومة واعتمادها بشكل قانوني المزيد في سياق التقرير التالي بدأت تظهر على السطح توابع الهجوم المزلزل على أفراد تنظيم الدولة بصبراته فانتفاضة شباب المناطق ومحاربتهم للتنظيم شاع نوعا من الاستعدادات الخارجية للدخول فيما يبدو في مواجهة أشمل وتحسبا لكل السيناريوهات فمجلس الأمن القوبي في تونس أعقد مؤخرا اجتماعا وهو لا يجتمع إلا في الحالات الهمة حيث جرى مناقشة الوضع الأمني في ليبيا وبحث سبل دعم حكومة الوفاق الوطني وتحدث الرئيس السبسي عن مرحلة جديدة ودقيقة للملف الليبي فتونس تضع نصب عينيها دروس وتجربة أحداث ثورة فبراير سنة 2011 الموقف التونسي ثابت على رفضه التدخل العسكري المباشر في ليبيا إلا أنه قد يسمح ببعضها وهذا ما صرح به وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الذي قال أن تونس ليس ضد توجيه ضربات جوية محددة لمعاقل الإرهابيين وعلى حدود الجارة الكبرى الجزائر التي شاركت تونس هذا القلق نقلت القيادة العسكرية وحدة عسكرية مدرعة إلى المنطقة الحدودية القريبة من ليبيا وقررت نشر تجهيزات متطورة لمراقبة الحدود بعد الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش إلى منطقة الحدود الليبية لمعاينة هذا الوضع عن قرب أوروبيا قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بريطانيا سترسل قوات إلى تونس للمساعدة في منع مقاتل تنظيم الدولة الإسلامية من دخول البلاد عبر الحدود مع ليبيا وأضاف فالون أمام البرلمان أن عشرات الجنود البريطانيين في طريقهم إلى تونس للمساعدة على التصدي للعبور غير القانوني للحدود من ليبيا ودعم السلطات التونسية وتابع فالون أنه يشعر بقلق كبير من انتشار داعش على الساحل الليبي ولهذا نساعد بشكل عاجل على تشكيل حكومة ليبية جديدة وقال محللون غربيون أنه بالتوازم على تشكيل حكومة توافق وطنية ليبية فإن العمليات العسكرية سوف تبدأ في ذلك التوقيت لحماية المصالح والحدود الساحلية على البحر المتوسط أجل مجلس النواب جلسته أمس الاثنين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضائه وقال عضو مجلس النواب أبو الخير الشعاب فأن سبب تأجيل الجلسة يرجع إلى عدم حضور بعض النواب الرافذين للحكومة مؤكدا أن عدم حضور كلا الطرفين يعود إلى عدم وجود رؤية واضحة داخل المجلس تجاه منح الثقة للحكومة كشف النائب البرلماني فتحل الصعيط عن وصوله تهديدات بالاغتيال لتأيده لحكومة الوفاق الوطني مؤكدا أن الأجهزة الأمنية أثبتت ضلوع بعض المحسوبين على المؤسسات التشريعية والتنفيذية وقال الصعيطي أنه سيرفع شكوى للمبعوث الأممي الخاص بكافة أدلتها على حد تعبيره مؤكدا استمراره في دعم حكومة الوفاق الوطني لكونها المخرج السلمي الوحيد الذي يحقق لليبيا وحدة أراضيها والقضاء على الإرهاب وتنفيذ برامج المصالحة الوطنية مع تواصل المعارك في بنغازي وعدم قدرة حفتر على حسمها ما زال مجلس نواب لم يحسم أمره بعد من حكومة الوفاق الوطني فما العلاقة بين الحسمين وما الذي ينتظره مجلس نواب لإنهاء استراع المزيد في سياق التقرير التالي لنسى جديدا أن تكون مدينة بنغازي الاستراتيجية على سطح أحداث الصراع الساخن والمتجدد والمتشاعب بمختلف تداعياته وانعكساته السياسية والعسكرية فالمدينة تعيش على وقع معارك عنيفة منذ نحو عامين وتتحدث الأنباء الراهنة عن تقدم لقوات ما يسمى بعملية الكرامة المسنودين بقوات للنظام السابق وذكر أيضا أن هذه القوات تعرضت لخسائر فادحة أجبرتها على التراجع في عدة محاور النزاع الدامي دخل عامه الثاني وتنتقل تفاصيله من تعقيد لآخر في غمرة الظروف المتشبكة التي تعيشها البلاد سياسيا وانصراف بعض الدول الغربية لمحاربة تنظيم الدولة وان كان ذلك بدعم حفتر الخصم الرئيسي لمجلس شورى ثوار بن غازي ولعملية فجر ليبيا على وجه العموم صحيح أن الحديث مازال يركز في مختلف المنابر إقليميا ودوليا على الحل السياسي للصراع ودور مختلف أطراف المعادلة في ذلك لكن الصحيح أيضا أن الوضع المعقد الراهن الذي تعيشه ليبيا دفعت إليه بعض الأطراف المحسوبة على حفتر لإجبار الساحة السياسية الليبية والدولية على القبول بوجوده ضمن الخارطة السياسية المستقبلية لليبيا هذا الضغط السياسي المتجسد في التأجيل المفتعل والمتكرر لجلسة مجلس النواب يأتي بالتوازي مع تصعيد عسكري لقوات حفتر وتحديده زمن انتهاء عمليته لكن وكلما تعذر على حفتر انهاء المعارك وحسمها تعذر على مجلس النواب عقد جلسة المصدقة على الحكومة لعدم اكتمال النصاب إنها الصدفة المفتعلة يقول مراقبون وهكذا تكون قد عادت الأمور إلى نقطة البداية وعاد الاحتكام للمعارك فيصلا لما سيكون مع اختلال التوازن في بنغاز الجريحاء أما في السياسة فالأهم هو الكشف على نحو صريح لدور حفتر الذي ظهر متحكما بالأرض وبالسياسيين أنفسهم أما المجتمع الدولي فمصالحه أهم حتى من الشعوب نفت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون ضروعها في الغارة التي استهدفت موكبا تشتبه في أنه لمسلح تنظيم الدولة بمنطقة تشميخ جنوبية مدينة بنيوليد وقال مسؤول في البينتاجون أن الجيش الأمريكي ليس ظالعا في هذا العمل دون إضافة أي تفاصيل أخرى يذكر أن طائرة مجهولة أغارت صباح الأحد على رطل لتنظيم الدولة بمنطقة تشميخ قرب بنيوليد جنوب شرقي العاصمة طرابلس نفى الناطق باسم المجلس العسكري مصرات إبراهيم بيت المال ما تنقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن سيطرتهم على منطقة نفلية بيت المال وفي تصريح صحفي الثلاثاء أكد أنه حتى اللحظة لم تصدر أوامر من رئاسة الأركان بالتحرك نحو سيرت من جهة أخرى فندى بيت المال ما نشرته صحيفة صندي تيليغراف البريطانية الأيام الماضية أن تنسيقا يتم بمدينة مصراتا بينهم وبين مستشارين عسكريين أمريكيين وإنجليس أفاد مصدر عسكري بالكلية الجهوية في مدينة مصراتا بقصف طائرات لرئاسة أركان العامة بالجيش الليبي هي التابعة للمؤتمر الوطني العام جرافة تابعة لعناصر تنظيم الدولة قرب ميناء سيرت أوضح المصدر أن الجرافة المستهدفة كانت تقل شحنات من الأسلحة لعناصر التنظيم الموجودين بالمدينة مضيفا أن مصادر من داخل المدينة أكدت مشاهدتها لأعمدة الدخان وهي تتصاعد من الجرافة بعد استهدافها موعد جديد لحسم المعركة من قبل ما يسمى بعملية الكرامة يمر على أتباعهم دون أي شيء يذكر هكذا ومشددا ودون تأنيب ضمير يستمر قادة ما يسمى عملية الكرامة في إطلاق الوعود الوهمية لأنصارهم بقرب انتهاء المعارك خلال أيام فالموعد الذي تم تحديده هذا الأسبوع ليس الأول لتحقيق هدف مهم المرحلي الأهم وهو تحرير مدينة بنغازي ولا الثاني النصر قادم وقريب ولا الثالث بل ربما الموعيد أصبحت أكثر من أن تعد ما هي الأسعات وأيام بسيطة نبني نطمنكم على أن بنغازي بعان الله في الفترة القليلة القادمة إن شاء الله بعان الله أنها تكون في ماما وعلى الأرجح لن يكون هذا الوعد الوهمي الأخير من نوعه فهذه المخدرات أصبحت أسلوبا معتادا للإنقلابيين لشرعانة وتبرير حالة التدمير المتعمد التي يقومون بها في بنغازي لما يقارب العامين ويظل التساؤل إلى متى يتفرج العالم على الإرهاب الذي يمارسه حفتر وميليشياته في بنغازي وغيرها وإلى متى تظل هذه الميليشيات تجد من يسمع لأوهامها دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تابعة للمؤتمر الوطني العام كافة الجهات بمنطقة سيبراتا للتنسيق مع المؤسسات الرسمية تابعة لها وحذرت الرئاسة في بيان لها من التعامل مع أي كناية أخرى كانت غير معتمدة منها كتابيا داعية كافة المواطنين والثوار للتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية والإبلاغ عن المشتبه بهم وعن الأماكن التي يقتونها أجانب وثمنت رئاسة الأركان من جهتها ما قام به ثوار وشباب وأهالي سيبراتا والمناطق المجاورة في تصديهم للإرهاب ما يسمى بتنظيم الدولة حيت رئاسة الأركان العامة جهاز الثوار بسيبراتا والمدن المجاورة لهم في التصدي لمجموعات تنظيم الدولة كما نعت الشهداء الذين ثقتوا في هذه المواجهات وأكيدة على ضرورة أن يكون أي تنسيق عسكري من خلال المؤسسات الرسمية المتمثلة في المنطقة العسكرية الغربية والمجالس العسكرية التابعة لوزارة الدفاع محذرة من أي تعامل مع كيانات جديدة غير معتمدة دعا عميد بلدية سيبراتا حسين الذوادي كافة القطاعات للعمل بشكل طبيعي من جديد بداية من اليوم الثلاثة مستثنيا في ذلك عودة طلبة المدارس مفيدا بأنه تم تحديد موعد لها لحد القادم الذوادي وفي تصريح نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس أكد أنه ضم الغرفتين المشكلتين لمحاربة تنظيم الدولة في غرفة واحدة تحت إشراف ضباط من الجيش الليبي بعد التواصل معهما على ذلك وأن الوضع في المدينة بدأ يتجه نحو الاستقرار وللتعليق على هذا الخبر ينضم إليه مباشرة عبر الهاتف العقيد طاهر لغرابلي من مدينة سيبراتا رئيس المجلس العسكري هناك سيادة العقيد ما هي آخر المستجدات بالمدينة؟ سامعيكم طبعا مستجدات اليوم تم اجتماع بحضور ضباط من المنطقة الغربية مدينة الزاية صلبان صوراته وتم الدعوة إلى توحيد الصف وتشكيل غرفة أمنية مشتركة لمنطقة الغربية بصفة عامة لمكافحة هذا التنظيم الباغي واتفقنا على تشكيل هذه الغرفة وبإذن الله ستنطلق الجهود حتيثة تحت رياس الاركان وسيكون نوادها ضباط من الجيش الليبي وقادة ميدانيين من التوار للتنسيق مع سرايا التوار وبإذن الله ستثير الأمور على أحسن ميرام إن شاء الله في الأيام القادمة ستظهر ثمار هذا الجهد إن شاء الله سيادة العقيد أين وصلتم في ملاحقتكم في عناصر هذا التنظيم الإرهابي وأين يتمركزون تحديدا في الحقيقة يعني هم كجبهة ليس لديهم أي تنسيق الآن كل ما في الأمر هم مرتبكون يعني موجودون في بعض الاشتراحات والأماكن الزراعية ربما يعني من حين إلى آخر نقوم بمداهمة القاهمة تمشيط بعض المزارع في بواحي مدينة سبراتة وكل يوم يعني ترسيل أمور إلى أحسن والاستقرار بدأ يظهر على مدينة سبراتة نتمنى أن تعود الحياة الطبيعية في الأيام القادمة إن شاء الله يعني سقتني إلى سؤال أخير لو سمحت لي سيادة العقيد يعني هل بدأت الحياة تدريجيا تعود إلى طبيعتها في مدينة سبراتة؟ والله في المدينة طبعا الظروف المعيشية يعني بدأت تظهر يعني بدأت المحلات تعاود فتح والمدارس بإذن الله ستنطلق في الأيام القليلة القادمة والطرق العامة بدأت يعني مظاهر الحياة تسير فيها المستشفيات المستشفى يشتغل بغروف العادية والحياة الطبيعية يعني بدأت تعود رويا رويا يعني بدأ المواطن يشعر بالأمن المدينة بإذن الله معمنة بيعني صرايا الطوار وأفراد الجيش الكل المتكاتف لتأمين هذه المدينة بوابات منتشرة في جميع الأماكن نأمل من الله العزيز القدير أن يوحد صفنا ويحمي هؤلاء الشباب لأن العدو والدار ربما يعني تحدث بعض المفاجآت مثلا في ترغيم أو تفخيخ هذه أسلوبة ونأمل من الله العزيز أن يحمي أبطالنا نعم سيد العقيدة طهل الغراب لرئيس المجلس العسكري بسبراتة كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بدرت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ في استكمال مشاريع متكاملة تتتبع الشرطة القضائية كل ذلك مساهمة منها لتوفير البيئة الملائمة لرجل القضاء افتتح وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني مصطفى لقليب رفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا محمد الحافي المقرات القضائية المتكاملة والتي تضم إدارات المحامات العامة والقانون ومركز المعلومات والتوثيق ببلدية تاجراء كما حضر مراسم الافتتاح وكلاء وزراء العدل وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وألقى وزير العدل كلمة بالمناسبة وضح فيها جهود الوزارة باستكمال هذه المباني بخصوصية وبرؤية الأعضاء ليكون تحفة ونموذجا يعمم على كل الإدارات في ليبيا قامت الوزارة عن طريق إداراتها المختلفة كل في اختصاصه بتجهيزها بالأتات ومنظومات التكييف والأجهزة اللازمة للعمل والتشغيل وأيضا إيصال كافة المرافق لها كهربائية ومياه وصحية وكافة المرافق ووطنت فيها الإدارة العامة المحامة ومركز التوثيق والمعلومات وفرع الوزارة بطرابلس الكتلة الرابعة هذه الكتلة التي كانت عبارة عن هيكل خرساني استكملت بناؤها عن طريق الشركة المنفدة وهو مبنى مكون من طبق دون تصميم خاص بما يتناسب مع عمل إدارة القانون برؤية سابقة من أعضائها هذا المبنى بالفعل هو تحفة أو هو نموذج نتمنى أن يعمم أو أن يكون لكل إداراتنا في كل ليبيا ليس وزارة العدل فقط من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي إن وجود مثل هذه المرافق المتكاملة يعطي أريحية لرجل القضاء في ممارسة عمله بصورة جيدة إن وجود مباني ومقرات مثل هذه الصروح هي عامل من عوامل نجاح مؤسساتنا القضائية ذلك أن رجل القضاء والموظف في حاجة إلى أن يشعر بالراحة ووجود مقر عظيم مثل هذه المقرات يجعل له هيبة ودافع لمزيد من بدل الجهد والعطاء في سبيل عمله قام بعدها وزير العدل رفقة الضيوف بجولة داخل النباني القضائية والعدلية والتي كانت في أبهى حلة وتعد مكسبا كبيرا للمؤسسة القضائية لتتمكن من تنفيذ القانون وتحقيق العدل دعت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني الهيئات والأجهزة والمصالح والإدارات العامة والإدارات الأمنية ومدريات الأمن تابعة لها بضرورة أخذ الحيطة والحذر للتصدي للأعمال التي قد يقوم بها ما يسمى بتنظيم الدولة وطالبت الوزارة في بان لها الجهات الأمنية التابعة لها بالتعاون فيما بينها عبر نشر الدوريات وتفتيش المركبات الآلية والأشخاص خاصة المشتبه بهم بما في ذلك الأماكن المهجورة ومساكن العمالة الوافدة أعلن تنظيم الدولة في مدينة سرط وسط البلاد الاثنين افتتاح مركز لجباية الزكاة فيما هدد رئيس المركز والذي يحمل الجنسية الإلكترية كل من يخفي أموالا أو يتخلف عن الدفع بالعقوبة نتابع نشر تنظيم الدولة في مدينة سرط إصدارا مرئيا ظهر فيه أحد قادة التنظيم بالمدينة والذي يدعى بأبو محمد الأنصاري دعا فيه سكان المدينة إلى أخراج الزكاة من أموالهم وتسليمها للمركز الذي خصصه التنظيم للجباية ومن جحد الزكاة فهو كافر باتفاق أهل العلم ومن امتنع عن أدائها بشوكة فهو مرتد عن دين رب العالمين هذا وطلب المسؤول عن المركز والذي يحمل الجنسية الإلكترية سكان السرط بالتوجه إلى المركز والتسجيل ما عندهم من أموال وممتلكات ودفع زكاتها مهددا كل من يخفي أموالا أو يتخلف عن الدفع بالعقوبة ومصادرة شطر ماله وبالنسبة للذين لم يؤدوا زكاتهم شحا وبخلا فيحدد المركز عقوبة عليهم أو على من أخفى جزءا من ماله بأن يؤخذ شطر ماله وفي ذات السياق طالب تنظيم الدولة السكانة بحي ستمائة وخمسين بدفع مئة وعشرين دينارا شهريا عن كل منزل لحساب التنظيم وقال مصدر بالمدينة إن التنظيم هدد بمصادرة المنازل في حال لم يتمكن أصحابها من دفع القيمة في غضون أسبوع حصدنا متواصل وفيه بعد الفاصل انطلاق بطولة مناظرات بجامعة طرابلس في نسخة الثانية ومصدر فوليبيا المركزي يشترع في صرف مرتبات شهر يناير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انطلقت الاثنين بطولة مناظرات جامعة طرابلس في نسختها الثانية والتي ينظمها نادي المناظرة بالجامعة التفاصيل في التقرير التالي من هذا المنبر اعلن انطلاق بطولة مناظرات جامعة طرابلس في نسختها الثانية مناظر اليوم قادة المستقبل مقولة تنسخت في عقول شباب لطالما حلموا ان يكون سلاحهم الكلمات والاغناع بالحجة والدليل والبرهان بعيدا كل البعد عن لغة الصراع والخصومات هكذا هم شباب نادي المناظرة بجامعة طرابلس متحمسة جدا لهذه البطولة صراحة نادي المناظرة والمناظرة بحد ذاتها اضافت الي الكثير ساعدتني في بناء شخصيتي المناظرة تعلمك الروح القيادية روح الجماعة كيف تعتمد على نفسك وكيف تحافظ على نفسك وما هو شعار نادي المناظرة اننا نؤمن بالاختلاف نستمع ونتحاور المناظرة والتي تعرف بانها فن الاقناع والحوار والاستماع الى الاخر وانها تزيد من ثقة الانسان وكسر حاجز الخوف امام الجمهور كنت قبل نادي المناظرة شاني نخاف اني نطلع نطلع انتكلم مثلا زيتا واكي قدام الميكرافون وقدام كاميرا وكنت يعني في تعقيدات هلبا حنشارك في بطولة واسم فريقي جوجل نادي المناظرة علمني خبرة اني نكون وقف قدام المسرح واني نتكلم قدام الجمهور وفين الالقاء واني الحمد لله توا وسط لمرحلة اني هنا نقدر نتكلم مغير اني ما نتعاقد او اني نتأتى في الكلمات لما يكون الجمهور او الرحبة المسرح مشرت وهذه حاجة كويسة يعطاها النادي المناظرة في التدريبات شباب النادي والذين يحاولون عبر نشاطاتهم نشر فكرة الحوار وارسال رسالة مفادها ان التغيير يأتي على يد الشباب فكما كانهم اساس الثورة سيكونونهم اساس البناء وههم اليوم يعلنون عن افتتاح بطولة مناظرات جامعة طرابلس في نسختها الثانية بعد البطولة الاولى التي كانت قبل سنة من الان بطولة انتظرها المتناظرون بكل شوق تشخز لها بتدريبات مكثفة لأكثر من شهرين وكل مشارك امله ان يكون هو الفائز في هذه المرة ادرك ان مجهوداتنا لم تذهب سدى واتوقع ان شاء الله ان تكون هذه البطولة فعلا كما توقعناها افضل بطولة لمناظرات في ليبيا حتى الان البطولة حظيت بمشاركة عشرين فريقا من اسل اربعة وثلاثين سجلوا عبر موقع النادي على الفيسبوك البطولة تنقسم لمرحلتين المرحلة الاولى هي مرحلة الورشة التدريبية والمرحلة الثانية هي مرحلة المسابقة وبداية التناظر بين الفرق المتنافسة المرحلة الاولى ستكون من اليوم ان شاء الله الى يوم الخميس القادم وتنتهي في الخميس القادم بمناظرات ودية بين الفرق يوم السبت ان شاء الله ستبدأ المسابقة والمناظرات بين الفرق ستكون ان شاء الله في الدور التمهيدي ثلاثة مناظرات لكل فريق ثم من بعدها ستكون في الدور الربع النهائي يتأهل فيه ثمانية فرق ومن بعدها نصف النهائي في نفس اليوم ثم سيكون يوم الثلاثة عطلة ويوم الاربعاء ستكون فيه مناظرة نهائية بإذن الله تعالى شهدت البطولة في يومه الأول افتتاحا وانطلاقا للورشة التدريبية التي خصصت للمشاركين والتي ستستمر لأربعة أيام وستكون المناظرات الرسمية ابتداء من يوم السبت القادم وسيكون اليوم الختمي والمناظرة النهائية يوم الاربعاء التاسع من شهر مارس أفاد رئيس لجنة الأزمة ببلدية ترابلوس المركز ناصر لكويري أن سبب تأخر الرواتب عامل شركة الخدمات العامة هو الأجراءات المشددة من قبل ديوان المحاسبة وأوضح لكويري لقناة ليبيا بانوراما أن السبب الآخر هو سوء تفهم أولويات البلاد منها الكهرباء والقمامة مضيفا أنه تحصل على وعود لصرف مرتباتهم خلال اليومي القادمين مشيرا إلى أن مكب سيدي سايح تم افتتاحه أمس الاثنين وهناك وعود بفتح مكب بوسليم خلال الأيام القادمة يسعى المجلس البلدي زوارة إلى تحسين وتطوير ودعم معبر رسجدير الحدودي مع تونس وذلك من خلال الحماية الأمنية وأفرض القوانين وعدم عرقلة المسافرين تفاصيل أكثر عن الحركة داخل المعبر في سياق هذا التقرير يعتبر معبر رسجدير معبرا هاما وشريان العبور إلى تونس غير أنه يحتاج لوقفة جادة من الدولة الليبية فمرافقه تعتبر منتهية الصلاحية ولا تساعد في عبور المسافرين بسلاسة هذا ويشهد المعبر منذ أيام عمليات تطوير وصيانة لبعض المرافق والتي ستساهم مستقبلا في تخفيف الضغط على المسافرين وتسهيل عبورهم للأراضي التونسية بأريحية يذكر أن هذه الأعمال تحت إشراف بلدية زوارة بالتعاون مع مكتب الخدمات العامة ومكتب المشروعات حيث أن العمل جارن الآن لتجهيز الممرات والبدء في تعبيدها تابعة سير الأعمال لتعبيد الطريق الرابط ما بين منطقة الإجراءات الليبية والتونسية لقائمة بأعماله وصيانته ومتابعة الأعمال الفنية ومجلس البلد زوارة مشكور على المجهودات التي يقدمها أما عن الصعيد الأمني فلم تكن الأمور الأمنية جيدة في هذا المعبر فدائما ما تصاحب الأعمال اليومية حالات للفوضى وتهريب وإقفال وازدحام وعدم اندباطية وبعد طلب الأجهزة الأمنية الدعم من جهاز مكافحة الجريمة زوارة لبى الأخير الطلب وتوجهت سرعي الجهاز إلى المعبر لتأمينه بالصورة الحسنة يوم كان فيها توجه وتحرك كامل لفرقة من فرق جهاز مكافحة الجريمة زوارة اللي يتبع طبعا إلى إدارة البحث الجنائي اللي يتبع رأسا إلى وزارة الداخلية طبعا بعد طلب من كافة الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنفذ الحدودي راسي جير اللي يطلبوا طبعا ضرورة من تفعيل هذه الأجهزة اللي لاحظنا طبعا هناك بعض أعمال الفوضى داخل المنفذ كذلك ترافق وصولهم مع تخريج الدفعة الثانية عشر من خريجي الأمن الدبلوماسي التي بشرت مهامها في المنفذ في إطار مساندة ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى لتقديم خدمات أفضل للمسافرين نظم فريق الهلال الأحمر وجامعة عمر المختار دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لطلبة الكليات بمدينة درنة تحت شعار طلابنا المسعفون وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الطلاب في عمليات الإسعاف الأولى خلال الأزمات والتوعية بأهمية الإسعافات الأولية واستمرت الدورة خمسة أيام خضع خلالها المشاركون إلى تدريبات عملية ودروس نظرية للتعامل أثناء الحوادث والأزمات الطارئة تأتي دورة أو الورجة التدريبية الإسعافات الأولية تحت عنوان طلابنا المسعفون بتعاوم عجامة العمر المختار في درنة في إطار تنمية الموارد المشارية وتوسيع زيادة عدد المسجدين الأولى في مختلف الأزمات هذه الدورة لاستفادة في حياتنا اليومية التي تتعرض لها كل يوم طبعا مدة الدورة خمسة أيام كانت الدورة ممتازة جدا تعلمنا فيها كيف نتعامل مع الإصابات بمختلف أنواعها وطبقنا عمل في ورشة تطبيق عمل درنة في الدورة ردنا من هذه الدورة وهذه الفكرة التعاون مع الهلال الأحمر هو إبراس دور الجامعة أننا بننتقل من أن نكون أكاديمي فقط بل لازم أن نتفاعل مع المجتمع فتمت المرسلات عن ضريق ليس الجامعة مع دير الفرق قدمت حكومة الإنقاذ الوطني لمصر في ليبيا المركزي مقترحا بإبدال العملة ذات الفئتين الخمسين والعشرين دينارا بالفئتين خمسة وعشرة دنانير من التداول بالإضافة إلى إبدال العملة من الفئتين خمسة وعشرة دينار إلى تحمل المسمى القديم للدولة الليبية بالنظام السابقي ولمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار الحاصل في البلاد قدمت مقترحا بالعمل على توسيع إصدار العملات من فئة الخمسين والمائة درهم وإلزام المصارف بالتعامل بها أعلن مصرف ليبيا المركزية الاثنين أنه شرع في تنفيذ إجراءات صرف مرتبات شهر يناير للعام الحالي لكافة الجهات العامة بالدولة وأوضح المصرف في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه شرع أمس الاثنين في تنفيذ أذنات صرف مرتبات شهر يناير للعام الجاري لكافة الجهات العامة وفقا للتشريعات النافذة وأشار المصرف في بيانه إلى أن وزارة المالية أحالت أذنات بصرف المرتبات يوم الأحد الماضي يشار إلى أن العديد من القطاعات العامة تشكو من تأخر صرف المرتبات فيما تعاني المصارف التجارية من نقص حاد في السيولة دعت شركة الخريج العربي للنفط الجهات الأمنية والمواطنين بمدينة بنغازي إلى التعاون معها لاسترجاع ممتلكاتها المسروقة من مخازينها الرئيسية بالمدينة وأوضح ناطق باسم شركة الخليج عمران الزوي أن الممتلكات المسروقة تتمثل في آليات ومعدات ومركبات وملابس واقية كانت في مقر إدارة النقل بطريق ترابلس وفي المخازن الرئيسية بمنطقة جانفودا وبينت الشركة في بيان لها صدر أمس الأثنين أن المعدات نهبت بعد أن فقدت الشركة سيطرتها على المخازن في أواخر أربعة عشر وألفين نظمت وزارة الزراعة وثروة الحيوانية والبحرية والهيئة الليبية لسباق الخيل ورشة عمل بعنوان الرعاية الصحية للخيول أثناء موسم الولادات مراسلنا كان هناك وأعد لنا التقرير التالي نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والهيئة الليبية لسباق الخيل ورشة عمل بعنوان الرعاية الصحية للخيول أثناء موسم الولادات وتهدف الهيئة من تنظيم هذه الورشة إلى الاهتمام بتربية الخيول والعناية بها وتدريبها ورعايتها وتنسيق سباقاتها والمحافظة على أنسابها الجدير بالذكر أن الهيئة الليبية لسباق الخيل كانت قد تأسست بقرار من مجلس الوزراء تحت رقم 600 للعام 2013 ميلادي تحت اسم الهيئة الليبية لسباق الخيل وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمات المالية اللي شفتوه اليوم في ورشة العمل هو خلاصة مجهود الموظفين اللي موجودين في الهيئة مع مجلس اليدارة طبعا مشكورين وزارة الزراعة بارك الله فيها قدمتنا الدعم اللوجستي في الورشة العمل ومن أهتاف الهيئة الاهتمام بتربية الخيول والعناية بها وتدريبها ورعايتها وتنسيق سباقاتها والمحافظة على أنسابها إذا ما فيش مركز الصحة الحيوانية أو المسؤولة على الخيول العربية نخص الدكرة على الخيول العربية كإجراءات إذا ما تمت الإجراءات وفقا للضوابط العالمية والدولية فيما يقص التنقل والإجراءات التسجيل ما نسماش عندنا خيول تأتي هذه الورشة للتعريف بتطوير ونشر رياضة سباق الخيل وللارتقاء بها إلى مستويات دولية ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع أن مركز التنسيق الروسي في سوريا تلقى معلومات عن قصف بالمدفعية الثقيلة على بلد التلابيض السورية من أراضي تركيا مما أثار حفظة روسيا ويذكر أنه قد علت مؤخرا حرب من التصريحات واستعراض للقوى بين تركيا وروسيا أدت إلى مقاطعة تامة بين البلدين بسبب الملف النووي السوري المزيد في سياق التقرير التالي بدأت فعليا حرب باردة بين تركيا وروسيا بسبب موقفهما المتباين بخصوص القضية السورية وهو الأمر الذي تطور إلى اختراق الطائرات الروسية للأجواء الثركية ومن تم إسقاط تركيا لمقاتلة الروسية اخترقت أجواءها الأمر الذي ترتب عليه حرب من التصريحات انتهت إلى مقاطعة بين البلدين أفضت إلى جلب روسيا إلى أعلى ما في خيلها منظومة الصواريخ الشهيرة S-400 المتقدمة المضادة للصواريخ وهي الأحدث عالميا تركيا بدورها أرادت ضبط أجوائها وغلقها في وجه المقاتلات المعادية فنشرت منظومة تشويش الرادرات كورال على حدودها مع سوريا والتي تستطيع التشويش على منظومات الدفاع الروسية الشهيرة S-400 وإصابتها بالعمى وصفها المحلل الاستراتيجي سيفوكوف بالمفاجأة وقال بفعل هذه المنظومة أخطأت الطائرات الروسية هدفها في اليومين الماضيين وطلب بمنع تركيا من استخدام هذه المنظومة يتساءل مراقبون هل لهذه المنظومة القدرة على تغيير ميزان القوى على الساحة حيث أنها تستطيع عرقلة كل أجهزة الرادار وتشويش حركة الصواريخ وقذفات الدبابات على بعد مئة كيلومتر كما وأنها جعلت الطيران الروسي والأمريكي يتوقف عن التحليق ليلا إلا أن فرنسا لم تخفي خشيتها وحدرت من خطر حرب الروسية تركية في حال تدخلت أنقرة في سوريا فيأتي أعلان البيت الأبيض أنه يقف إلى جانب تركيا في وجه ما وصفها بالاستفزازات الروسية في الوقت الذي دعا فيه الطرفين إلى تجنب التصعيد بين تخبط القرارات السياسية العالمية وتكالب القوى العسكرية تلتهب سوريا شوقا إلى السلام وتتعثر خطاها في خضم الخطوب الجسام ونتساءل أمصير هذا البلد إلى انقسام؟ نتابع عربت روسيا عن أملها بأن يتوصل المشاركون في المباحثات المزمع عقدها الشهر الجاري إلى تحويل سوريا لجمهورية اتحادية جاءت تصريحة وزير الخارجية الأمريكي لتثير مخاوف جديدة في المنطقة فمصطلح تفكيك سوريا الذي استخدمه جون كيري لم يستخدم بشكل رسمي في أمريكا من قبل مما يثير شدلا بشأن مستقبل هذا البلد المتهالك في ظل ما يشهده من صراعات قد تنتهي برسم خرائط جديدة لمنطقة الشرق الأوسط تتعدى حدود سوريا إلى كل من العراق ولبنان وتركيا كما وأعلنت الأمم المتحدة أنها اتفقت مع موسكو على الحاجة الماسة لتنفيذ الهدنة وأنها شكرت روسيا على تحقيق التقدم في سوريا في حين وثقت جهات حقوقية عشرات الخروق للهدنة في الأيام الثلاثة الأولى من قبل قوات النظام وروسيا وأكد مخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة رويترز اليوم أن روسيا لم تنتهك أفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا مشيرا إلى أن القصف الروسي مستمر ولكن ليس في مواقع معارضة وذكر البيان الذي صدر بعد محادثات بين روسيا والأمم المتحدة بجنيف أن بانكيمون شكر لافروف على دوره الكبير في تحقيق التقدم الأخير في سوريا وبدوره وعد رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه سيفعل ما هو منوط به وتحدث عن استعداده لتقديم عفو لمقاتل المعارضة مقابل تسليم أسلحتهم والكف عن القتال في المقابل أكدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة أن الأيام الثلاثة الأولى لاتفاق الهدنة شهدت ستة وعشرين خرقا ما أدى إلى مقتل ثمانية عشر شخصا وجرح ثمانية وستين آخرين فتظل سوريا الجريحة تترنح بين أيدي الساسة والعسكر آملة في أن تحقق لها الهدنة شيئا من السلام وتخشى من غد ما زال يلفه الظلام مدينة برشلونة الإسبانية تستضيف مؤتمر الجوال العالمية الذي يتحفنا كل عام بجديد عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية ويظل مضمارا ملتهبا تتسابق فيه كبر الشركات العالمية رغم أن معرض مؤتمر الجوال العالمي اختتم قبل أيام في مدينة برشلونة الإسبانية فإن صدى التقنيات والابتكارات التي كشف عنها في ذلك المعرض سيظل يتردد لأيام قادمة ومن أبرز هذه التقنيات أول هاتف ذكي بمعالج عشاري النوى لشركة زوبو الصينية يضم الهاتف سبيد ثمانية المعالج الجديد هيليو اكس عشرين من شركة ميديا تيك الذي يعد أول معالج عشاري النوى في العالم ويضم هذا المعالج نواتين من طراز كورتكس اي اثنين وسبعين بسرعة اثنين ونصف جيجا هيرتز إضافة إلى أربع نويات من طراز كورتكس اي ثلاث وخمسين بسرعة اثنين جيجا هيرتز وأربع نويات أخرى من نفس الطراز لكن بسرعة واحد فاصل أربع جيجا هيرتز تقوم بمهام خفيفة لا تحتاج إلى استهلاك كبير للطاقة ويقدم هاتف الشركة الصينية شاشة بقياس خمسة فاصل خمسة بوساط وبذقة الف وتسعمائة وعشرين في الف وثمانين بيكسل وذاكرة وصول عشواء رام بحجم أربعة جيجا بايت واثنين وثلاثين جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية كما يملك الهاتف بطارية بسعة ثلاثة ألاف وستمائة ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة واحد وعشرين ميجا بيكسل مع مستشعري اي ام اكس مائتين وثلاثين من تصنيع شركة سوني اليابانية وضوء فلاش مزدوج كما يملك كاميرا أمامية بدقة ثمانية ميجا بيكسل ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع LTE 4G وأبرز ما يمتاز به هذا الهاتف هو سعره حيث تطرحه الشركة للطلب المسبق مقابل ثلاثمائة دولار وهو مقدار يقل بنحو النصف عن سعر هاتف جالاكسي S7 الذي كشفت عنه سامسونج مؤخرا وتقول الشركة إن هاتفها سيطرح في الأسواق الصينية يوم الخامس عشر من أبريل المقبل وفي الأسواق الأوروبية بعد ذلك الموعد بخمسة أيام نهاية حصادنا الإخباري لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز العنوين وصول أعضاء من المجلس النواب إلى ترابلوس لاستكمال لقاء مالطا تصعيد عسكري في بنغازي ومجلس النواب يؤجل جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني بوادر هجوم واسع على تنظيم الدولة في ليبيا والقوات الجوية تابعة للمؤتمر تستهدف جرافة تابعة للتنظيم قدمنا لكم الحصاد الإخباري من قناة ليبيا فانوراما من العاصمة ليبيا ترابلوس في أمان الله اشتركوا في القناة